فيه كمان رسالة مهمة جدا حقيقة وجهة وخدوا بالحضراتكم دي واحدة من الحاجات اللي بتحسب للجيل ده وبتحسب المستر موسيمانيا أو الجهاز الفني اللي تولي المسؤولية ان كل اللي بيحصل من نتائج وكل اللي بيحصل من بطولات بيحصل في غياب عامل مهم جدا 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 ودافع قوي جدا 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 لتحقيق البطولات وغياب الجماهير عن المدرجات وما أدراك ما معنى وجود جماهير النادي الأهلي في مدرجات المباريات اللي بيقعبها النادي وقد إيه على مدارة تاريخ طويل جدا كان الأهلي متأخر أو كان الأهلي متعثر أو كان الأهلي بيقدم أداء ومرضود مش مرضي وقدرة الجماهير دي انها تكون اللعب الأول فعلا فكرة ان الجمهور هو اللعب الأول اللعب رقم واحد ده مش مصطلح لا جماهير النادي الأهلي عندها القدرة انها تحرك الحجر وياما مطشط كتير جدا وخصوصا مطشط صعبة كان الجمهور فيها عامل أساسي فيه ان الأهلي يكسب المطشط دي فالجيل ده الحقيقة مظلوم والجهاز الفني كمان مظلوم انه قوة الدفع الجماهير في المدرجات مش موجود لكن الحقيقة هم وجه رسالة شكر الجمهور النادي الأهلي وقالوا كمان ان كل رسالة دعم حتى اللي بتوصل لهم عن طريق سوشيال ميديا وصل لهم وبتمثل لهم دفع كبير جدا عشان يكسبوا المطشط والموجهات المهمة وعلى فكرة بالمناسبة الكلام عن رحلة جوهانسبرج في مطار جوهانسبرج يعني القطر عايز اقول له اقدراتكم انه فيه عدد كبير جدا من الجالية المصرية وجماهير النادي الأهلي وبعد الجماهير كمان الأهلي في جنوب أفريقيا كانوا حرسين على التواجد فيه المطار يعني خدوا صور مع الجوم الفريق وخدوا صور مع بيتسو موسيماني في رحلة صفارهم طبعا لقطر عشان السوبر الأفريقي طبعا كابتن خطيب ويمكن كتير من اللاعبين وجهوا رسالة شكر لكابتن خطيب والجماهير حتى اللي كانت موجودة في المطار رفعت يعني لفتات أيده فيها كابتن خطيب وبعتوا بيها رسائل زي ما حضراتكم شايفين دي رسالة من جماهير الأهلي في جنوب أفريقيا كلهم الحقيقة كانوا حرسين على وداع الفرقة في مطار جوهانسبرغ طيب في بعض الجماهير ودي برضو من القطاط مؤمن زكريا في القلب دايما الحقيقة في بعض الجماهير كانت حريصة أنها زي ما حضراتكم شايفين كده أنها تحتفل بنفس الطريقة اللي كان بيحتفل بيها كابتن مؤمن زكريا بإحرازه الأهداف بقى تقليد كده مش بس نجوم الكرفة ملعب حتى الجماهير